جمعة الترقب قطار العملية السياسية يصل محطاته الأخيرة بعد جولات من المفاوضات ومنعرجات من الفرز والعد اليدوي جمعة قد تكون مفترقة طرق في مسار تشكيل الحكومة قياديون في تحالف النواة يؤكدون اقتراب تحالفهم مع اعلان تشكيل الكتلة الأكبر يحدد بعضهم يوم الجمعة موعدا لإعلانها مشيرين إلى أن مباحثاتهم مع الأكراد أثمرت عن تفاهمات حقيقية حول التزامات وتعهدات لا تخرج عن إطار الدستور نائب عن التحالف الكردستاني يرجح تشكيل الحكومة المقبلة من قبل تحالف النواة لعلو كعب الأخير عن منافسه فريق تحالف الفتح وتماسك ائتلاف سائرون مع تيار الحكمة خلافا لبقية الأحزاب النائب الكردي كشف عن زيارة لوفد الحزبين الكرديين إلى بغداد يوم الجمعة المقبلة لحسم ملف الكتلة الأكبر وعلى الجانب الآخر يعتزم تحالف المحور الوطني بحسب مصادر طرح مرشحا واحد لرئاسة مجلس النواب في فترة لا تتجاوز يوم الجمعة تقول مصادر أخرى أن للنجيفي الحظ الأوفر في نيلي ثقة أعضاء التحالف وفي ذات الجمعة التي تسبق موعد جلسة البرلمان الجديد بيومين دعا زعيم التيار الصدري مقتضى صدر إلى ارتداء الأكفان في صلاة مليونية موحدة في مسجد الكوفة يرجف منها الفاسدون لتكون أولى البوادر لبناء عراق جديد بعيد عن الفساد والظلم والاحتلال حسب تعبيره